بعد الانتهاء من الوحدة السابقة مقيس النزع المركزية أو المتصطات نقوم في هذه الوحدة بدراسة مقيس التشتت حيث يقصد بالتشتت لمجموعة من البيانات دراسة مدى التباعد أو التقارب لهذه البيانات عن بعضها البعض أي عن وسطها الحسابي فكلما كانت البيانات قريبة من بعضها البعض أي قريبة من وسطها الحسابي كانت هذه البيانات غير مشتتة وكلما كانت البيانات بعيدة عن بعضها البعض أي عن وسطها الحسابي كانت هذه البيانات متبعدة أو مشتتة ويوضح ذلك الشكل التالي كلما قل تشتت البيانات كلما اقتربت البيانات من متوسطها كلما كانت البيانات أقرب للتجانس قياس التشتت يقاس التشتت بالمقييس الآتية أولا مقييس التشتت المطلق وهي المدى والانحراف المياري والانحراف الربيعي أو نصف المدى الربيعي مقييس التشتت النسبي يقاس شتت النسبي بمعامل الاختلاف أولا المدى حساب المدى في حالة البيانات الغير مبوبة المدى في حالة البيانات الغير مبوبة يساوي أكبر قيمة في البيانات ناقص أصغر قيمة أو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في البيانات المثال التالي يوضح كيفية حساب المدى في حالة البيانات الغير مبوابة احسب المدى لكل مجموعة من البيانات الآتية والتي تمثل درجات مجموعتين من الطلاب المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لحساب المدى لكل مجموعة من المجموعتين المجموعة الأولى والثانية نقوم بتحديد أصغر قيمة في البيانات لكل مجموعة وأكبر قيمة في البيانات لكل مجموعة في المجموعة الأولى أصغر قيمة في البيانات هي 33 وأكبر قيمة في البيانات هي 75 أما بالنسبة للمجموعة الثانية أصغر قيمة في البيانات هي 22 وأكبر قيمة في البيانات هي 95 وبالتالي فإن المدى في حالة المجموعة الأولى يساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة أي 75 ناقص 33 يساوي 42 أما في حالة المجموعة الثانية المدى يساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة أي 95 ناقص 22 يساوي 73 ثانيا حساب المدى في حالة البيانات المبوبة المدى في حالة البيانات المبوبة والبيانات المبوبة هي البيانات الموضوعة في جدول تكراري مكون من فئات وتكرارات المدى في هذه الحالة يساوي نهاية الفئة الأخيرة ناقص بداية الفئة الأولى أو الفرق بين نهاية الفئة الأخيرة وبداية الفئة الأولى والمثال التالي يوضح كيفية حساب المدى في حالة البيانات المبوبة البيانات التالية تمثل توزيع 100 عامل حسب فئات الأجر اليومي بالريال والمطلوب حساب المدى المدى في هذه الحالة يساوي بداية الفئة الأولى في هذه البيانات هي 50 ونهاية الفئة الأخيرة في هذه البيانات هو 100 وبالتالي فإن المدى في هذه الحالة يساوي نهاية الفئة الأخيرة 100 ناقص بداية الفئة الأولى 50 وبالتالي فإن المدى في هذه الحالة يساوي 50 مزايا وعيوب المدى كأحد مقييس التشتت رقم واحد المزايا يتميز المدى بالآتي رقم واحد سهولة حسابه عدديا رقم اثنين يعطي فكرة سريعة عن تشتت البيانات أما عيوب المدى رقم واحد يتأثر بالقيم المضطرفة أو الشازة رقم اثنين يعتمد في حسابه على قيمتين فقط أي لا تدخل جميع القيم في حسابه رقم ثلاثة لا يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد طرفين أو من كليهما وذلك لأننا لاحظنا في حسابه من البيانات المبوابة أنه يعتمد على نهاية الفئة الأخيرة وبداية الفئة الأولى وبالتالي لا يمكن حسابه من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد طرفين أو من كليهما ترجمة نانسي قنقر